اهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في نشرة الأخبار المباشرة من قناة العيون لا زالت تدائيات السبق الصحفية الذي انجزته قناة العيون متواصلا عبر العديد من القنوات التلفزية وصفحات الجرائد والمواقع الالكترونية سبق يرصد بالصوت والصورة معاناة احد المواطنين الصحراويين في المخيمات غربية الجزائر الذي يروي حرمنه من الشغل ويستفيد منه المقربون من قيادات البوليساريو فبعد 40 سنة يؤكد هذا الشاب وهو احد شباب التغيير يؤكد انهم لا زالوا يعيشون نفس الاوضاع ويشترون المعاناة مناخا تنعدم فيه فرص العمل حتى وان وجدت يستأثر بها ابناء القادة والمقربون وفي ردود الافعال المتوقعة من قبل قيادة البوليساريو وصلت الوقاحة بالنظام استاليني الليني الى اصدار بيان مزعوم باسم شباب التغيير يستنكر فيه قيام احد شباب بالتوجيه نقل لاذع لقيادة البوليساريو ومسؤوليتها عن الاوضاع المزرية التي يعيشها اهالنا بمخيمات دوف وكان الاجدر بهذه القيادة اصدار بيان بوجه مكشوف وعدم الاختباء وراء شباب التغيير الذي تدعي فيه حرصها على مصلحة العليا للصحراويين الذين ذبت بالدليل القاطع اننا احرصوا منها على ارواح ابنائنا وبناتنا بالمخيمات ولكن يبدو ان القرحة من وسائل الاعلام المعروفة بمهنيتها وموضوعيتها قد وصلت الى مدها تقرير محمد نوار بغنقوا الواقعي هنا تزياها الجميع شاك عنا داجين نحن في الحقيقة لا يشتغل الله تحت ضغطات قيادة جبهة البوليساريو يفعلون بنا ما يشعون ولا نستطيع التحرك في اي امور 40 سنة من الانتظار والمعاناة لهذا الشعب كبروا هون تركتنا وكبروا ولادنا وتغير العالم ونحن مزلنا دا نحن على الوضع اللي مشينا فيه من الاطلاع ما زال الله وما تغير شي لا ذنب له سوى ان في المخيمات واقعا مزريا منذ اكثر من ربع قرن خبر العيش في الخيام الا من شمر عن ساعده ليبني حجرة من طين تقيه لسعات برد او هجير حر في الفايا في الجزائرية لكن العيش في خيمة او بين جدران من الوحل هماسيا فقد تقص جلده وما يتوسد ولا يعرف كيف يكون الاثاث الوثير الذي تتمرغ فيه قيادة الجبهة وابنائها ولعل ذلك البيان الوقح الذي اصدرته اليوم يهم الصحراويين بان القيادة حريصة على سلامة ارواحهم انها قصة قديمة جديدة اصبحت حزينة كحزن كل من قال كفاء لهذه الطغمة الحاكمة لا قد تكالبت الايام عليه واصبح في وجهه حكايات عجزت جبهة البوليساريو عن ايجاد حل توفقي لها فلماذا عجزت الواضح ان قدرة البوليساريو على مواصلة تجاهلها لمطالب الصحراويين في العودة الى ارض الوطن قد لا تستمر طويلا فاصبحت قدرتها على الاستمرار في الدعاء انها الممثل الوحيد للصحراويين تتلاشى يوما بعد اخر وعلى الامم المتحدة ان تبحث عن حل وليكن في الجزائر اولا قيت انقذ الاف الصحراويين من مصير مجهول مستمر منذ اربعين سنة ولتسليط الضوء اكثر على هذا الموضوع كنا قد اجرينا اتصالا هاتفيا مع الاستاذ عبداللطيف خرباش يتحدث فيه عن مجمل تلك القضايا لنستمع السؤال دائما العريض لماذا ترفض الجزائر وتغمى الجاتمة على اخواننا وابناء عمومتنا في منطقة الندوف يرفضون دائما عملية احصاء الاقل لمعرفة العدد الحقيقي ومعرفة الاصول لهذه الاشخاص علما ان هذه المنطقات اصبحت نقول على ان منطقة يرتدها مجموعة من بائع السلاح والمهربين وكذلك مجموعة من الارهابيين الذين اتخذوا من هذه الربوع مكانة او موطئا لخلق البلبلة في مناطق متعددة يكفي ان نستجد بمعرفة حاليا مجموعة من الدول الافريقية وخاصة مالي وافريقيا الوسطى وغيرها نيجير وغيرها اذا فقلت على انه لم يعد الامر يقتصر اصلا على تواجد مجموعة من الاشخاص يؤتمرون باوامر حكام الجزائر بل ان هذه الاماكن اصبحت مع كم الاسف اصبحت مرتعا واصبحت ملجأا لكل قطع الطرق وكل ممتهني الكونتروند وغيرها من مسائل اخرى نتيجة الاوضاع في مخيمات دوف تجنج وانفجار قد يصيباني هرم القيادة لدى البوليساريو في اي لحظة لحظة ينتظرها الشباب الصحراوي خاصة حملت الشواهد المعطلين بعد انسداد الافق للعيش الكريم في وجههم فالمعاناة الانسانية لسكان المخيمات يزيد من حدتها تراكم المشاكل الاجتماعية المتفاقمة خاصة لدى الفئات العمرية تقرير السارف زبير لم يكن هذا الشاب الصحراوي الا نبضا لحال الصحراويين بالمخيمات واقع انساني صعب التكيف معه بالنسبة لشرائح واسعة من غالبية الشباب الصحراوي وخاصة الشباب الدارس بالخارج لقد ولى عهد الوصاية او هكذا يعبر لسان حال الشباب الصحراوي بالمخيمات بدأ العد العكسي اذا للمتابعة والمحاسبة محاسبة اولئك القادة الذين عمروا طويلا متوكئين على عصي هي من صنيعة المخابرات الجزائرية دعم جزائري يتجه نحو الافول بسبب معاودة ترشيح الساسة هناك لمنصب الرئاسة الجزائرية فالوهن الذي يصيب كل من قيادتي البوليساري والجزائر هو الرابط المشترك لحلقة مفقودة من مسلسل الصراع الدائم حول الصحراع ويبدو ان الشباب اليوم سواء بالجزائر او بمخيمات تندوفا اكثر تحمسا لازالة غموض وضبابية ما بدأت تتخبط فيه الادارة السياسية الجزائرية وتلك التابعة لها مضمونا والمتمثلة في قيادة البوليساريو واللافت للنظر انه تم تواقعان متلازمان في الوقت ذاته يحدثان في كل من الجزائر والمخيمات فالشباب بالمنطقتين يحذوهم الامل الكبير في الخلاص من القيادتين وهو مسعا بدأ يلوح في الوفق ببروز اجيال جديدة ناقمة على ما آلت اليه الاوضاع بالمنطقة ولعل اهم ما قد ينجم عن هذا الحراك الشبابي او اقل ما يقال عنه من لدن المتابعين هو محاولة نفض الغبار من الداخل عن تراكمات اجيال قديمة حكمت ولا زالت تحكم بقبضة من حديد الشعب الجزائري وسكان المخيمات هؤلاء السكان الذين عانوا العمرين لمدة اكثر من ثلاثة عقود متوالية ويزيد من مأساتهم تبعات وضع الاحتقال الاجتماعي بالجزائر خاصة مع اعتبار السكان الصحراويين عالة على المجتمع الجزائري رغم ما يجنيه قادة الجيش هناك بمعية قادة البوليساريو وضع انساني بالمخيمات يزيد من تفاقمه ايضا تراكم البطالة في صوف الشباب العاطل عن العمل وهو ما لم يكن في حسبان القيادة لدى البوليساريو فهل تتجه الاوضاع نحو مزيد من التوتر الداخلي هناك بسبب وعي الشباب المتنامي بما يحاكوا لدى القيادة سؤال تجيبنا عنه الايام القادمة وكنا ايضا قد اجرينا اتصالا هاتفيا بخصوص الاوضاع الصعبة التي يعيشها سكان مخيمات مع الاستاذ طرق ثلاثي رئيس المركز المغربي للدراسات والابحاث الاستراتيجية لنستمع المؤكد بطبيعة الحالة في سياق مزريات احداث متسلفلة ومترابطة خاصة طبيعة الحالة في مخيمات الاحتجاز انه اليوم هذه المخيمات تعرف جيل جديد جيل جديد من شباب من من انفتحوا على المحيط وبالتالي كان من المفروض ان القيادة الجبهة اليوم ان تكون في محق المطالب المرتفعة لهذه الفئة وهذه الشريحة العريضة اليوم بمثابة نخبة جديدة والتي هي طبيعة الحال لها طموحات اخرى غير طموحات القيادة الكلاسيكية تاريخيا والتي ما صاروها طبيعة الحال هو الجمود الذي يطبع كل المواقف وبالتالي هذا النوع من التوراة اليوم التي تعرفها المخيمات هو كان شيء طبيعي جدا على اعتبار ما صار خنق الحريات وخنق كل انواع التحركات وبالتالي هذا اليوم شيء طبيعي وهذه التوراة تكرس وتجسد خنق الحقوق والحريات العامة داخل هذه المخيمات وغير بعيد دائما عن احتجاجات مخيمات تيندوف لا زالت تدعية الاحداث المؤسفة الطائفية التي تشهدها مدينة غردايا الجزائرية متواصلة لحد الآن حيث وصف مدير الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبد المالك سلال الاحتجاجات بالحشرة مضيفا أن لديه مبيد لقتل هذه الحشرة الضارة حسب تعبيره تقرير محمد نوار والقراءة للعالي حميميت الاحتجاجات يا حشرة ضارة في عرف مدير الحملة الانتخابية لرئيس عبد العزيز بوتفليقة متسائلا منين أنت هذه الحشرة مضيفا أنه أغلق الباب أمامها ولن تستطيع الدخول وإذا أرادت الدخول من النافذة فلديه مبيض الحشرات للقضاء عليها يبدو هذا الرد في طياته وإن كان في سياق الحديث عن الاحتجاجات التي تشهدها بعض الدول العربية مما يطلق عليه استلاحا بالربيع العربي فإن التصريح قد يكون موجها للاحتجاجات الشعبية التي تشهدها الجزائر الرافضة للانتخابات الرئاسية وترشح بوتفليقة لولاية الرابعة وغير بعيد عن العاصمة أرغمت الظروف الاستثنائية التي تشهدها مدينة غردايا بجنوب الجزائر أكثر من 120 عائلة على الفرار من بيوتها بعد تجدد الاشتباكات بين شباب إباضيين وآخرين من المذهب المالكي منذ الخميس الماضي وقد قتل سبعة أشخاص في مواجهات عنيفة ظارت في اليومين الماضيين بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية القتلهم في الثلاثينيات من العمر كما أن هناك شخصا رابعا حالته حرجا بعدما أصيب بجروح خطرة في هذه المواجهات المذهبية العنيفة في المدينة المدرجة على لائحة اليونيسكو كمدينة للتراث العالمي ولم تعرف لحد الآن الحصيلة الإجمالية لهذه المواجهات ولكن عددا من الشهود أفادوا بأنها أصفرت عن سقوط أكثر من 100 جريح في حين تحدثت وسائل إعلام رسمية عن حوالي 40 جريحا سقطوا في غضون 24 ساعة بينهم ثمانية حالتهم حرجة بعدما تعرضوا للحرق بالأصيد وتعود آخر موجة صدامات في غردايا إلى ديسمبر ويناير الماضيين وقد حصدت في حين خمسة قتلى على الأقل وأكثر من 200 جريح في إطار احتفالها باليوم العالمي للمرأة وعيد الأم نظمة اليوم ونظمة المرأة الاستقلالية فرع أحمد الحمادي الملتقى السنوي للفعاليات النسوية في الصحراء النشاط حضره عدد من مناضلي ومناضلات الحزب المزيد مع العالي حميميد وعبدالله المحمودي المرأة القيادية وأدوارها الطلائعية في المجتمع موضوع هذه المحاضرة الفكرية التي افتتح بها الملتقى السنوي للفعاليات النسوية في الصحراء لحزب الاستقلال ملتقى نأتي تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة وعيد الأم ويهدف إلى تكوين المرأة في عدة مجالات مرتبطة بالحياة اليومية ما هو الافتتاحه ووحده في ياسم الأدوار المهمة اللي هي فيه تكوين وفيه ندوة وفيه سباق وفيه نظافة وفيه ياسم الأمور المهمة عندنا على كل حال تم الحزب الاستقلال وهذا هو دورنا دائما نشتغل فيه اليوم نفتتح هذا اللقاء اللي هو لقاء سنوي لفعاليات النسوية وأدوارها الطلائعية واللي بادي من اليوم الافتتاح دياله واللي فيه أسبوع كله من الأنشطة أنشطة ثقافية أنشطة محاضرات سياسية كذلك أنشطة بيئية لتعلق بالنظافة مسابقات ثقافية بعد البرنامج المسطر على أنهم يواكبوا فيه الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة وكذلك يتزامن مع اليوم العالمي اللي هو عيد الأم وبالتالي فيه مجموعة من المحاضرات مجموعة من ندوات مجموعة من تشخيص مجموعة من الأمور المتعلقة بالشاء اليومي للمرأة الملتقى السنوي للفعاليات النسوية في الصحراء لحزب الاستقلال سهر على إنجاح ثلة من مناضلة الحزب وتجدر الإشارة إلى أن فعاليات هذا الملتقى ستتواصل على مدى ثلاثة أيام بمقر حزب الاستقلال بالعيون فرع أحمد الحمادي حزبياً دائماً نظمت بالقاعة الشرفية بمدينة الداخل الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية ندوة حول واقع المرأة والتقائه بالشريعة الندوة التي حضرتها مجموعة من النساء الإقليم يقربنا من تفاصيلها روبرتاج لمحمد ترزي ومحمد الداس نساء من الداخل في ندوة خاصة بهن اخترنا لها كعنوان المرأة بين الواقع المعاصر والنظرة الشرعية العمل السياسي والجمعوي وأدوار المرأة في ظل التاريخ الإسلامي ومكتسباتها من خلال الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية أهم المحاور التي تم الحديث عنها بهذا اللقاء النسائي الذي يأتي بعد أيام من تخليد العالم ليوم المرأة من أهم أهدف هذه الندوة هو تشجيع وتحسيس النساء بالانخراط في العمل الجمعوي بداية وكذلك بالانخراط في العمل السياسي لما لذلك من أهمية كبيرة فالمرأة فهي نصف المجتمع ولا يمكن تلخيص دورها فقط في المنزل والعمل وإنما كذلك يجب أن تلخريط بجوار أخيها الرجل في بناء المجتمع كاملا المرأة قبل العلمة وقبل كل ما ضرع عليها من الحقوق ومن الامتيازات فهي كانت تتمتع بها بدينها فمحمد عليه وفضل الصلاة والسلام آت بكل هذه النصوص وأحسن منها وأفضل منها منذ ما قرب عن 14 قرن قبل أن تأتي العلمة الآن وتود تحرير المرأة والعلمة بما أتت به فالمرأة تتمتع لله الحمد كانت وما زالت بجميع حقوقها اليوم نتحدث عن مجموعة من المكتسبات التشريعية والحقوقية نتحدث كذلك عن مجموعة من المكتسبات الدستورية التي تتحققت بفضل دستور 2011 اليوم المرأة حققت مجموعة من المكتسبات التي نعتبر أحد أهمها القانون التنظيمي المتعلق بالتعين بمناصب السامية التي تحدث اليوم عن نسبة 11% من النساء استطعنا أن يلجن مراكز القرار ومراكز المسؤولية التي كانت إلى عهد قريب حكرا على الرجال حتى لا يحتكر الرجال المناصب والحقوق دخلت المرأة في الحياة العملية اليومية بجل المجالات والقطاعات تقريبا ومع ذلك يبقى طموحها قائما من أجل الرفع من مستوى امتيازتها وحقوقها في شأن آخر وبالجماعة القروية عوينت لهنا بإقليم أسزاك يتواجد مركز الأبحاث الدراسات الصحراوية أحدث في ثلاثينيات القرن الماضي من قبل باحثين فرنسيين في المجالات الصحراوية والبيئية المركز ورغم الدور الذي طلع به على مر عقود في البحث والدراسة العلمية يوجد اليوم في وضية يرثى لها تعالت أصوات بعض الفاعلين والمهتمين والأكاديميين لإعطائه العناية التي يستحق حافظ محضار ومحمود أطويف مركز الأبحاث الصحراوية بجماعة أوينت نهل القروية واحد من الصروح العلمي الذي كان له شعاع علمي منذ مطلع القرن العشرين على يد مجموعة من الباحثين الفرنسيين الذين وقع اختيارهم على المنطقة التي توفر شروط مواتية للبحث في مختلف الاهتمامات البيئية وكل ما له ارتباط بالمجالات الصحراوية واقع هذا المركز اليوم يثير أكثر من علامة استفامة بعد الخراب والإهمال الذي طال هذا المركز الذي يبدو أنه خرج من دائرة اهتمام المسؤولين بالأسف اللي كان شوفوه أن المركز هذا هو مركز مهمش تحمل ونحن هنا مع الكروب تيل الجرس مع الجمعيات الجنوب المغرب للحياة البرية كأستاذ من قرية العلوم الجديدة واللي أنا نقشت مع الأستاذ عميد القلية العلوم الجديدة على أننا نقوم بواحد المشاركة ما بين القلية العلوم الجديدة وما بين هنا المجلس الجماعي دي العوينة الثوركوس أننا نحيو هذا المركز لأن حسنا نعرف بأن هذا المركز هو الوحيد في المغرب اللي كيهتم بالأبحاث الصحراوية ونحن محتاجين لأن هنا في الصحرا كينا واحد ثروات غنية كينا ثروات غنية للي بقى نحن ما كن نعرفوها أريد أن أقول أن هذا الصرح العلمي المتميز الذي أسسه الفرنسيون شكل منارة علمية خلال القرن العشرين وأعتقد أن المنطقة تزخر بمواهب ومهارات يعول عليها لتطوير هذا الصرح العلمي الذي يمكن أن يستفيد منه الطلب والدارسون والباحثون على حد السواء وأنا أتسف أن هذا المركز يطويه النسيان كما أنني سعيدة جدا وسفحل المستحيل لأننا نحتاج لمثلي هذا الصرح العلمي للأسف الشديد هذا المركز العلمي اليوم الحالة يرثالها نناشد كل السلطات وكل الجامعات وكل مسؤولين حتى يكون هذا إن شاء الله هذا المركز يتواجد يعمل عن أجل وظيفته وظيفته الأساسية هي أن يكون يعني منظر للعلم والمعرفة والمحافظة عن البيئة الصحراوية ونحن نحاول ومجاددين من 2004 على أن يجد هذا المركز الإشعاع لأن هذا الإشعاع هذا المركز سيشعل ليعطينا المنطقة ليس فقط للمنطقة العوين تركز والجماعة العوين تلي هنا والله إقليم أساس ذاك بل على الصعيد الصحراوي كامل مطلبوها أولئي الثاعلين اليوم ومعهم العديد من الدارسين والمهتمين بالرصيد التاريخي بالمطقة أنه لا اهتمام لستناء لهذا المركز حتى يسترجع بريقه الذي جعل منه منذ عقود خلت أحدها من الصروح العلمية التي اهتمت بالدراسات البيئية بهذا المجال من المعمورة أعلنت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أنه ستتم إضافة 60 دقيقة إلى التوقيت الرسمي للمملكة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 30 مارس شكل موضوع برنامج دوري أبطال الحي محور لقاء تواصلي عقد بقاعة قصر المؤتمرات بالعيون بمشاركة مناديب وأطور وزارة الشباب والرياضة بجهات كليمي مصمارة العيون بوجدور الساقية الحمراء ووادي الذهب ترأسه مستشار وزير الشباب والرياضة تفاصيل أكثر مع علي الكبش والمختار خية قارب الحاضرون خلال هذا لقاء التواصلي حول البرنامج الوطني أبطال الحي جملة من النقاط المتوخات من إخراج هذا البرنامج لحيز الوجود وشروط الانخراط والمشاركة فيه إلى جانب المراحل التي سيقطعها البرنامج وقد أجمعت تدخلات مختلف الفاعلين الرياضيين المنتمين لوزارة الشباب والرياضة بالأقاليم الجنوبية على ضرورة توفير الإمكانيات المادية والتنظيمية الكفيلة بفتح المجال أمام الفرق المشاركة الممثلة لأحياء المدن والجماعات وهو ما سيساهم في تطوير قدرات اللاعبين واكتشاف مواهب جديدة في عوالم كرة القدم في أفق دمجها ضمن أندية عصبة الصحراء لكرة القدم أولاً هذا اللقاء الذي يأتي مع السيدات والسادة نواب الأقاليم للوزارة الشباب والرياضة بالأقاليم الجنوبية يدخل في إطار البرنامج الوطني أبطال الحي هذا البرنامج الذي تلقى الوزارة الذي سيشمل رياضة كرة القدم والذي سيجرى في جميع الأقاليم بالمملكة المغربية الهدف منه هو تشجيع الممارسة الرياضية بشكل عام وأيضاً التنقيب على المواهب اللي ممكن تكون هي الخزان لبناء مستقبل الفرق على المستوى الوطني اليوم مدينة العيون تستضيف المحطة الثالثة في إطار تواصل ما بينها وما بين الوزارة وما بين الموظفين ديالها في الأقاليم الجنوبية حول البرنامج الوطني وهو دوري أبطال الحي أعتقد أن الأهداف هي أهداف نبيلة وأهداف عظيمة جداً لا شك أنه كما تعلمون أن هذا البرنامج سيخلق نشيطاً رياضياً بمختلف الأحياء يهم مختلف الفضاءات التابعة للوزارة وسنحاول أن يضم هذا البرنامج ما يفوق ألف مشارك من المختلف الفئة العمرية بما فيهم الإينات وسنحاول ما أمكن على أن يتأهل تتأهل ثلاثة فرق من جهة ودى بقولة لمشاركة في المسابقة الوطنية التي ستقام شهر يوليوز بمدينة الرباط إن شاء الله ومن المنتظر أن ينطلق هذا البرنامج خلال الشهر القادم بمشاركة ما يفوق عن 600 فريق لكرة القدم كمرحلة أولى فيما سيتأهل عن كل إقليم وجهة فرق ستتبارى على المراتب الأولى خلال النهائيات المقرارة صيف السنة الجارية آخر مستجدات الأقاليم الجنوبية من خلال الصحف الوطنية صادرة يوم غد في تقرير إبراهيم جدود نستهل قراءتنا لجديد الصحف الصادرة يوم غد الثلاثة من يومية الأحداث المغربية التي كتبت في صفحتها الأولى حققت قناة العين الجهوية سبقاً صحفياً لما استطاعت الوصول إلى مخيمات تندوف ونقل معاناة الصحراويين للمحتجزين هناك على لسانهم وذكرت الأحداث المغربية بأن القناة رصدت من داخل مخيمات تندوف بالصورة والصوت معاناة أحد المحتجزين الصحراويين في مخيمات تندوف غربية للجزائر الذي فضح مظاهر القمع والتسلط وغياب مبادئ احترام حقوق الإنسان داخل المخيمات وأكد أنه بعد أربعين عام لازال المحتجزون بمخيمات تندوف يعيشون نفس الأوضاع ويجترون نفس المعاناة في مناخ تنعدم فيه فرص العمل وحتى إن وجدت يستأثر بها أبناء القضاء والمقربون من القيادة وارتبطاً دائماً بجديد الصحف الصادرة يوم غنيل الثلاثاء كتبت يومية صحيفة الناس في صفحتها الأولى عرض يوم الخميس الماضي بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف فيلم هوية الجبهة المخرج بوهرواتي وهو الفيلم الذي يشير بأصابع الاتهام إلى كون الجزائر هي المسؤولة عن اختلاق نزاع الصحراء وكشفت صحيفة الناس بأن هذا العمل وثق أجزاءه بشهادات حية لقيادات سابقة في جبهة البوليساريو عرض الفيلم أثار غضب السفير الجزائري بجنيف الذي لم يتمالك نفسه وكشف في لحظة غضب أن بلاده تدعم جبهة البوليساريو وقال نعم دعمنا متواصل لجبهة البوليساريو أما يومية الأخبار فكتبت في عددها الصادر يوم غنين الثلاثاء تعقد اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغنين